بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم محمد شهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير الاقتباسات اللي هنقرأ منها النهاردة أرسلها الأخ حمد وليد ربنا يحفظه ويبارك فيه فلو انت عندك اعتراف خطير حابب ان احنا نعرضه في هذه السلسلة اتواصل معانا عن طريق طرق التواصل اللي موجودة تحت في وصف الفيديو المرجع اللي هنقرأ منه النهاردة قرينا منه قبل كده ويمكن حتى هذا الاقتباس أشرنا إليه قبل كده لكن انا حابب أضع هذا الاقتباس في سياق معين وصلت الضوء عليه شوية ده غلاف الكتاب المدخل إلى تفسير العهد الجديد لجورج فارج النص اليوناني الترجمات العربية أسس التفسير وجورج فارج ده باحث بالمركز الأرثوذوكسي للدراسات الأبائية ده الغلاف الداخل للكتاب ودي معلومات الكتاب أو الطبع اللي احنا بنقرأ منها في الصفحة رقم 18 في المفاهيم الأساسية اللي بيتكلم عنها طبيعة الكتاب المقدس مفهوم الوحي المقدس النقطة اللي احنا عايزين نأكد عليها النهاردة نقطة تكلمنا عنها كتير جدا قبل كده وبما إنها نقطة مهمة جدا وجوهرية في الحوار الإسلامي المسيحي فكل ما تيجي سيرتها نتكلم عنها ونسلط عليها الضوء ما فيش مشكلة اعتقادك في طبيعة وحي كتابك المقدس له مآلات وتأثيرات كثيرة جدا جدا المسلمين ليهم تصور معين لوحي القرآن الكريم وعلى أساس هذا التصور في مآلات كثيرة جدا جدا مشكلة المسيحي إنه متخبط ما بين نظريات كثيرة جدا جدا للوحي ما بين تصور اليهود الأوائل أو حتى تصور اليهود الأرثودوكس اليهود العبرانيين اليهود التقليديين ذكرنا قبل كده إن تصور اليهود لوحي العهد القديم أقرب ليه تصور المسلمين لوحي القرآن الكريم وبعدين لما بنيجي نشوف مفهوم الوحي عند المسيحيين نجد إن المفهوم ده ما كانش موجود أصلا من البداية فكرة وحي كتابات العهد الجديد وبعدين مع الوقت موضوع السلطان والقانون طلع منه الوحي وبعدين مع الوقت إيه بقى طبيعة الوحي اللي احنا بنؤمن به وبعدين الثورة الإصلاحية البروتستانتية تأثرت مرة أخرى بالتصور اليهودي عن الوحي فرحت قالت بنفس تصور اليهود عن الوحي بنفس مآلات هذا التصور وبعدين وهي دي بقى النقطة الجوهرية الرئيسية لما وضعوا الكتاب المقدس تحت الاختبار وجدوا إن كثير من هذه المقالات المرتبطة بالتصور اليهودي للوحي غير موجودة في الكتاب المقدس أو الكتاب المقدس يحتوي على ما يخالفه فما ينفعش نؤمن به مشكلة المسيحي إنه مش يتهدي بالله ويقول مش هينفع نؤمن به هنؤمن بغيره وخلاص لأ لازم أخبط أصل المسلمين بيؤمنوا بغيره تصور آخر للوحي فيما يخص القرآن الكريم وفي سياق مقارنة الأديان كأن المسيحي عاوز يظهر أفضلية لمفهوم الوحي اللي هو بيؤمن به على المفهوم اللي المسلم بيؤمن به فيخبط في المفهوم اللي بيؤمن به المسلم وكأنه نسي إن المسلمين مش هم الوحيدين اللي بيؤمنوا بهذا التصور المسلمين زي اليهود بيؤمنوا بنفس التصور الوحي الإملائي الوحي اللفظي إن الكلام ده كلام الله فبما إنه كلام الله يبقى فيه مقالات معينة وفيه نتائج معينة مبنية على هذا التصور المسيحي وجد تصور ده هيوقعني في مشاكل كتير فهتبنى تصور غيره بس مش فقط هتبنى تصور غيره واسكت لا هطعن بقى في التصور غيره ده اللي هو يعني هطعن في الوحي الإملائي نقرأ بقى مع بعض الاقتباس هنا بيقول لا يمكننا أن نبدأ أي حديث عن الكتاب المقدس دون أن نبدأ بالحديث عن طبيع ذلك الكتاب الفريد ومفهومنا المسيحي للوحي الإلهي وهو أمر يتميز به الكتاب المقدس عن أي كتاب أخر المسيحيين للأسف الشديد أغلبهم بيعين كلام يعني إيه بيعين كلام؟ يعني أنت في الآخر لما تيجي تشوف مفهوم الوحي اللي هو بيتبناه هتجد أنه مش مفهوم مميز ولا حاجة وستجد أنه مش بيخلي الكتاب المقدس مميز ولا حاجة ده بالعكس مفهوم الآخر للوحي اللي هو المفهوم الإسلامي هو اللي بيخلي الكتاب مميز النقطة دي مهمة جداً لازم نستوعبها واتكلمت عنها كتير جداً قبل كده وإحنا عاملين قيمة فيديوهات كاملة عن موضوع وحي الكتاب المقدس ده طبيعة الوحي أو مفهوم الوحي المسيحي اللي هو بيتبناه هنا ممكن لأي حد في الدنيا أنه يتبناه لكتابه المقدس وفي الآخر كأنك مش هتقدر تبطله أنا هجيب رواية وهتدعي نفس مفهوم الوحي اللي هو بيتدعيه ده تقدر تبطله هو مش بس مش هتقدر تبطله ولا حتى هتقدر تثبته ليه؟ لأنه في النهاية لا يضع فارقاً واضحاً جلياً ما بين كتاب إلهي وكتاب بشر هو عارف إن كتابه المقدس بشر جداً وظاهر جداً فيه البشرية بكل مشاكل البشرية فهو بيتبنى مفهوم للوحي يحافظ على كل الخصائص البشرية دي بحلوها بوحشها وبيدعي ليها الوحي الإلهي وخلاص ليه في الآخر بيتدعي الوحي الإلهي؟ عشان لما نتعلم حاجة من الكتب دي نقول إن هذه التعليم صحيحة ومن الله بس كده طب أنا أقدر أثبت إزاي إنها من الله؟ ده الكتاب واضح جداً عليه البشرية طب أنت بتدعي إنه وحي رغم إنه ظاهر جداً عليه البشرية إزاي يقدر أثبت أو أنفي وزي ما قلت هو مش بس كده لا وعاوز يطعن كمان في تصور الوحي الإسلامي فإنا بيقولك لذلك فنحب أن ننبه على أن المفهوم المسيحي يتنافى تماماً مع ما يعرف بالتنزيل خلي بالك فكرة التنزيل مش معناها بالضرورة الوحي اللفظي لكنها عبارة بتعبر عن إن هذا من الله عز وجل من الأعلى للبشر هنا بقى بيقولك إيه؟ الوحي الآلي طبعاً هما دايماً بيسموا التصور ده للوحي بأسماء تحسسك إنها حاجة وحشة تحسسك إن هي حاجة يعيني أهملة النبي أو الرسول اللي بيبلغ بطريقة الوحي ده فإنا بيقولك الوحي الآلي أو التنزيل ده لماذا نرفضه؟ آه لماذا نرفضه؟ خلي بالك أنت كده بتخبط في اليهود بس اعمل نفسك عبيب أو يعني كبر دماغك من الموضوع ده كأنك ما تعرفش التنزيل هو عملية إملائك شوف بقى بيخترع من عنده تصور مش يجيب مثلاً يشوف في كتب المسلمين تعريف لوحي القرآن الكريم لا هو أنا هحط تعريف من دماغي يحسسك إن فيه انقاص لقدر النبي أو الرسول التنزيل هو عملية إملائك ماشي الجزء ده نوعاً ما صحيح مظبوط إن الله عز وجل كلم جبريل عليه السلام بالقرآن وجبريل عليه السلام بيكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن فهو نص محدد مضبوط بينقل زي ما هو طيب عملية إملائك هنا بقى بيقول إيه يكون فيه النبي مستسلماً تماماً لقوة تسيطر عليه إيه ده مش بالضرورة مين قالك كده لو كانوا إيه مسلمين بيقولوا كده خلي بالك السنة النبوية الشريفة ذكرت حالات كثيرة جداً مختلفة لوقت نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بس فكرة إنه مستسلماً تماماً لقوة تسيطر عليه وتسليبه إرادته ده تصور ده مش موجود هناك تأثير مادي معين ممكن يظهر على جسد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقت نزول الوحي لكن هذا لا يعني إنه مسلوب الإرادة هو في النهاية يتلقى الوحي ويبلغ كما تلقى ودي نوع من الوحي في الإسلام اللي هو وحي القرآن الكريم وهو الوحي المميز جداً لأن كله إلهي طيب وبعدين قالك هذا ما يعرف بالوحي الآن لذلك هو بقى هيطلع بقى حاجات حلوة لذلك فهو يتعارض مع حرية شخصية الكاتب إيه حرية شخصية الكاتب دي لو سمحت أحنا بنتكلم عن تبليغ رسالة إلهية شخصية الكاتب ده عاوز يحط التتش بتاعه يعني طيب ما هو طريقة وحي السنة النبوية الشريفة فيها ملمح شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى إنك بتقدر تعرف كلام النبي عن القرآن الكريم تقدر تفرق ما بين اللي اتنين وتقدر طبعا تفرق ما بين كلام النبي وأي كلام حد تاني لكن ليه لازم يكون في التتش بتاع الكاتب النقطة دي بالنسبة له هو مشكلة لإن الكتاب ظاهر جدا في حرية شخصية الكاتب بشكل فج جدا فيبقى أنا مقدرش أتبنى النوع ده من الوحي وإلا هبرر إزاي وجود حرية شخصية الكاتب الواضحة جدا في الكتاب الحاجات الشخصية جدا أنا مش بتكلم عن الأسلوب لا ده يعني الموضوع كبير أكبر من مجرد الأسلوب ملمح شخصي ضخم في الأسفار الكتابية وجود ده واقعيا يتناقض مع إني أتبنى الوحي الإنلاقي ده ماشي فلذلك هو يتعارض آه يتعارض مع اللي موجود في الكتاب دي بقى حاجة حلوة ولا حاجة وحشة يعني يكون إن كتابك في حاجة بتتعارض مع الوحي الإنلاقي ده يخلي الوحي الإنلاقي حاجة وحشة لا طبعا ده بيخلينا ندرك بما لا يدع مجالا للشك إن كتابكم مش كلام الله زي ما القرآن كلام الله فيبقى ده بيخلينا ندرك بما لا يدع مجالا للشك إن ادعاء اليهود اللي بيوافقوا المسلمين في تصورهم للوحي ادعاء غلط بس كده يبقى هي الفكرة إيه كأن ما ينفعش إحنا نتبنى هذا التصور خالص لإن إحنا هنتفضح لو تبنناه هنتفضح إن إحنا غلط ما ينفعش نتبنى هذا التصور مع واقع الكتاب كويس بس ده مش بيخلي التصور ده للوحي وحش فيه نقطة بس مهمة حابب أذكرها لإنه هو هيدخل دلوقتي يشوت في هذا التصور ويقول إنه وحش البروتستان اللي كانوا بيؤمنوا بالوحي اللفظي الوحي اللفظي بنوا ده على أساس إيه نصوص من الكتاب مقدس طب اليهود اللي كانوا بيؤمنوا بالوحي اللفظي بنوا ده على أساس إيه نصوص من الكتاب مقدس فيه نصوص هم فهموها على إن ده دليل إن ده وحي لفظي فهي الفكرة انك المفروض يعني تكون اكثر حرصا وانت بتتكلم عن موضوع اليهود قبل منك تبنوه وبعض المسيحيين ايضا تبنوه طيب فهنا بيقولك ايه النوع ده من الوحي شو باقي الشطح يتعارض ايضا مع بشرية القارئ يعني ايه يتعارض مع بشرية القارئ هو كأنه عاوز يقول ربنا ماينفعش يكلم المخلوق ربنا هيكلم المخلوق ازاي ماينفعش المخلوق مش هيفهم ربنا ايه ايه التصور العجيب ده كأنه بيقول الله لا يستطيع ان يكلم المخلوق مباشرة او حتى عن طريق وسيط بس الكلام كلام ربنا ايه ده انا مش قادر افهم يعني جبت انت التصور العجيب ده منين طب انت عندك نصوص فوق نصوص فوق نصوص ما فدها ان ربنا كلم الانبياء والرسل وقال لهم نصا كذا هو مش ده يعتبر انلاقي حتى ولو مقاطع معينة محددة او اجزاء ايه الدماغ القاصرة دي يتعارض ايضا مع بشرية القارج شوف ايه كمان كما يتعارض مع بشرية اللغة فاللغة بشرية وذات نواحي قصور متعددة اللغة بشرية اللغة محدودة هل ده يمنع الله من انه يستخدم اللغة في الكلام مع الانسان انا مش قادر افهم ايه الدماغ دي خلي بالك مثل هذه الاعتراضات القاصرة الغير منطقية على الاطلاق بتطلع من مسيحيين بيؤمنوا بتنقضات يعني ده واحد بيؤمن ان الله واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد سر ثلوث يا فوق العقل والمنطق ومنحفظه جل زمان طيب وطالع من واحد بيؤمن بالتجسد ولهوت مع نسوت ونقضين يا اتحدوا وسر الهي وفوق العقل ييجي با هنا لا ده ماينفعش ايه يا ابن اللي ماينفعش اصله يتعارض مع بشرية القارج ايوة يعني فين وجه الاعتراض انت بتؤمن ان ربنا عمل اللي اعجب من كده بكتير مش قادر تفهم او تقبل ان الله عز وجل يتكلم مع المخلوق بلغته ايه ده طيب يا سيدي اللغة ذات نواحي قصور اولا النقطة دي يعني فيها جدل كثير فكرة ان اللغة العربية هي اعظم كل اللغات واللغة التي تحتوي على اكبر عدد من الكلمات والمراضفات وابلغ اللغات والطوب في كل اللغات في كل حاجة الفكرة ايه الانسان محدود اللغة محدودة الله عز وجل لم يستخدم اللغة المحدودة في توصيل غير المحدود لا اللي مطلوب من الانسان يعرفه ويفهمه محدود والله عز وجل تكلم باللغة المحدودة عشان يوصل للانسان المحدود الرسالة المحدودة اللي مفروض يعرفها بكلام الله الله عز وجل تكلم مستخدما هذه اللغة إيه المشكلة؟ حين بقى بيقولك إيه؟ كذلك التنزيل يتعارض مع التحريف يعني هو عايز يقول التنزيل يتعارض مع عملية نقل النص التي تتم بطريقة بشرية يكون فيها الخطأ أو السهوة واردا سواء كانت عن طريق النسخ أو بالتلقين الشفاهي إيه اللي انت بتقوله ده؟ آه هو يقصد إيه؟ أخنا مش هنقدر نحافظ على كلام ربنا زي ما هو كده لو ربنا تكلم بكلام وهذا الكلام هو كلام الله لفظا ومعنا مش هنقدر نحافظ عليه هيتغير مننا أنا مش قادر أفهم يعني طب ده وقعكم إنتم مخطوطاتكم مليانة اختلافات والأصول فقدت والأصول دي هي اللي المفروض موحى بيها من الله لفظا فقدت وأثناء عملية النسخ إنتم خرفتوا بإرادتكم وفي نفس الوقت الأخطاء العفوية غير المكسومة فالنص تحرف منكم فيبقى ده معناه إنه الوحي اللفظ يوحش علشان الإنسان مش هيقدر يحافظ عليه إيه ده؟ إيه المنطق العبقري ده؟ ده أبسط ما يقال عنه ده كلام فاضي الإنسان قادر على الحفاظ على كلام الله والمثال أصدنا المسلمين موضوع بسيط الله تكلم بالقرآن لجبريل عليه السلام جبريل عليه السلام تكلم بالقرآن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكلم بالقرآن للصحابة كان بيحصل عرض ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وعرض ما بين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل اتحافظ القرآن وينقل بالتواتر جيلا بعد جيلا زيادة على ذلك محفوظ في السطور وحتى لو في مشاكل محدودة في التدوين في السطور عندك مصدرين مستقلين تعرضهم على بعض تحل أي مشاكل ممكن تطرق ففكرة أنت تقول الوحي اللفظي وحش عشان أنا مش أقدر أحافظ عليه لا دي خبتك أنت أفلعل عدم أماناتهم يبطل أمانة الله إيه ده يعني؟ أما أولا فلأنهم مستؤمنوا على أقوال الله فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمانات أفلعل عدم أماناتهم يبطل أمانات الله حاشا أيوة أنت تقول لي لا ربنا ما يكلمناش عشان إحنا مش نعرف نحفظ على كلامه يا فرحيتي بيك يبقى ده يبقى لما ربنا يكلمك دي حاجة وحشة دي حاجة غلط لا حول ولا قوة إلا بالله مرة تانية بيفتلي وبيقول إيه كما أن عملية الترجمة تكون مستحيلة في هذه الحالة والنتيجة تكون إنكار إمكانية نقل النص المنزل من لغة لأخرى أنت عيش فين؟ يعني المسلمين لما بيتعاملوا مع النص القرآني باللغة العربية بيقروا إن أكيد النص القرآني الأصلي المحفوظ بلغتها الأصلية العربية لما أجي أترجمه مش هقدر أحوي في ترجمتي كل المعاني الممكنة التي تحويها كلام الله باللغة الأصلي فبقول إيه؟ إن دي مش ترجمة القرآن بقول دي ترجمة المعاني على قد ما بقدر أنا كبشر ناقص أستخدم اللغة ما هو استخدامي أنا للغة غير استخدام ربنا للغة فهو ده المميز في وحي القرآن استخدامي أنا للغة غير لما ربنا يستخدم اللغة ويتكلم باللغة العربية فأنا قاصر وناقص فبقول دي مش ترجمة القرآن دي ترجمة المعاني وعندك هون نص الأصلي بلغة الأصلية رجعنا الواقع إن القرآن ترجمت معانيه لكل لغات العالم ده واقعه موجود روح يا عم أي هيئة متعلقة بدعوة غير المسلمين في العالم عندنا في اسكندرية جمعية تبليغ الإسلام قلهم هتولي نوسخ للقرآن بكل لغات العالم المسلمين دقيقين ترجمة معاني القرآن الترجمة دي في الآخر نوع من التفصيل تريد أن ترجع لكلام الله ترجع له بالعرب كما تكلم به الله عز وجل نقلا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهنا يقولك والنتيجة تكون إنكار إمكانية نقل النص إذ أن التنزيل يؤله النص ولغته يعني فكرة إن التنزيل يؤله النص ولغته أحنا بنقول إن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق وبنتعبد لله عز وجل بتلاوة وقرات القرآن الكريم دا ما بيقلهش اللغة لكن هو قطعا ولا شك بيجعل اللغة العربية في مقام سامي وعالي وكثير جدا جدا من العلماء قالوا في قول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون الذكر بإجماع المسلمين هو القرآن الكريم لكن لما قالوا وإن له لحافظون قالوا إن حفظ القرآن الكريم يستلزم منه حفظ كل ما يؤدي إلى حفظ القرآن من هاللغة من هالسنة النبوية الشريفة اللي بتفصل القرآن وهكذا وبيتبينه وبتوضحه بعد كده بيقولك يترتب على فكرة الوحي الآلي ودي بقى النقطة اللي هو المفروضة يتكلم عنها فيما بعد باستفادة يترتب على فكرة الوحي الآلي ما يعرف بالإعجاز العلمي دا أقل ما يقال عنه إنه عدم إدراك لما يقوله هو مش فاهم هو بيقول إيه والله هو مش فاهم بيقول إيه الإعجاز العلمي دا معناه إيه؟ أنا مش هشرحه بس الفكرة إنه دا نوع من أنواع المعلومات اللي موجودة في القرآن الله عز وجل كان ممكن يتكلم بالقرآن من غير ما يكون فيه أي معلومات عن الكون أو عن الإنسان أو أي حاجة وبالتالي هيبقى فيه منين إعجاز علمي كون إنه هو بيعتقد إنه الوحي الإملائي لابد أن يحتوي على إعجاز علمي إيه دا؟ دا غلط لكن الوحي الإملائي لابد أن يؤدي إلى الإعجاز اللغوي اللي هو التحدي القرآني أن يأتوا بمثل القرآن أصلا يبقى الجزء إنه الوحي الإملائي لازم بالضرورة يبقى فيه إعجاز علمي لا لإنه إحنا بنقول إنه فيه إعجاز علمي أيضا في السنة النبوية الشريفة والسنة النبوية الشريفة مش وحي إملائي مسألة الإعجاز العلمي دي متعلقة بإنه فيه معلومات علمية في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة المعلومة ممكن تتقالب أكثر من طريقة لأن أنت هنا بتتكلم عن إيه؟ أنت عايز تقول أهم حاجة المعلومة؟ طيب أهم حاجة المعلومة المعلومة ممكن تتقالب أكثر من طريقة الحروف حروف الكلمات زي ما قلنا قبل كده كتير هي التي تخوي المعاني فالنقطة الجوهرية بقى اللي بتخلي وحي القرآن الكريم وحي مميز أن أنت مستحيل تستخدم اللغة زي ما ربنا استخدم اللغة ومستحيل كلامك يبقى زي كلام ربنا يبقى بالتالي لو أنت هتحاول توصل معاني عمرك ما هتوصل زي ما ربنا يستخدم اللغة لتوصيل معاني بس كده فهنا بيقولك ده احنا بقى بنرفض الكنيسة بترفض العجاز العلمي واللغوي لأنه يتعارض مع طبيعة الكتاب نفسه آه هي دي بقى النقطة الجوهرية أن طبيعة الكتاب طبيعة الكتاب المقدس تتعارض مع الوحي الإملائي بس لكن مش علشان طبيعة الكتاب نفسه يتعارض مع الوحي الإملائي يبقى الوحي الإملائي غلط ووحش ده كلام فاضي بل بالعكس عقلا ومنطقا كلام الله لا يساويه ولا يدانيه أي كلام لأي مخلوق هنا باب يقول ايه مشكلة تانية بيواجهها هنا تجدر الإشارة أن السيد وتلاميذه لم يكونوا متحدثين باليونانية أساسا التي كتب بها العهد الجديد بل الأرامية ومن ثم فإن نظرية الإملائي اللفظي مرفوضة صياغته للكلام تغيظ لأنه بيحسسك أن المشكلة في الوحي الإملائي اللفظي مش في الكتاب نفسه هو عايز يقول ايه؟ هو عايز يقول لك من الآخر المسيح وتلاميذه اللي هم المفروض كلامهم محفوظ في العهد الجديد الأناجيل الأربعة فيها نقل لكلام المسيح كلام المسيح ده اللي موجود في الأناجيل هل هو نفس الكلام اللي المسيح نطق به فعلا؟ لا لأن المسيح ما كانش بيتكلم يوناني والأناجيل بتقول لنا أن المسيح قال الكلام ده نقلا باللغة اليونانية يبقى أقل ما يقال أن الكلام ده مترجم أنا برجع وبسأل سؤال في غاية الأهمية هل كان هيبقى الأقيم بالنسبة لنا؟ الاحتفاظ بنص كلام المسيح وتلاميذه بنفس اللغة اللي هم نطقوا بيها؟ ولا نرمي كلامهم أو إنه يفقد؟ ويبقى اللي ما بين إيدينا ترجمة لكلامهم بلغة لنا؟ هو عاوز يقول لك في الآخر بما أننا فقدنا أصلا إمكانية الاحتفاظ بالنص زي ما هو لفظا يبقى مش هتفرق بقى يكتب بأنهي لغة هو ده الواقع بعد كده بيقول إيه؟ رافض الإعجاز اللغوي هي من المشكلة في الإعجاز اللغوي برضو؟ الإعجاز اللغوي دي حاجة وحشة؟ ولا أنت علشان كتابك طابعته منقضة للإعجاز اللغوي فهتحاول تسوق في سمعة الإعجاز اللغوي الله المستعان هنا بص بيشير إلى نقطة بيضايقني جدا من المسيحيين بيقول إيه؟ يقول القديس باسيليوس عن كلمات الكتاب المقدس إنها كلمات قد دونت لا لكي تثير تصفيق المستمعين إليها بل لتهب خلاصا لمن يؤمن به أنا فاكر كويس قوي في مناظرة لي مع أحد السفهاء وعشان كده أنا ما أكررتش من مناظرة كتير هذا السفيه علق على كلامي لما كنت بتكلم عن الوحي اللظي وكذا وكلام الله وكذا قال لك اللي عاوز يسمع كلام حلو يروح يسمع أمو كلسومه عبد الحليم فورا يجي لك في بالك قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدر أنا بقول لك إن دا كلام الله تقول لي اللي عاوز يسمع كلام حلو يروح يسمع أمو كلسومه عقول في حتة تانية خالص مش مستوعبة هي بتقول إيه وكأن الله عز وجل لما يتكلم وتسمع كلام الله آخر تأثيره عليك إنك هتسقح حزبنا الله ونعم الوكيل مش إنه لما تسمع كلام الله يؤثر في قلبك ونفسك فتعلم أنه كلام الله خصوصا لو أنت عندك علم باللغة فتدرك أن هذا كلام الله لأنه استخدام جديد وفريد للغة لم نعهده أبدا من قبل لا هو كلامنا العادي ولا هو الشعر استخدام جديد فريد للغة العربية مجرد الاستماع إليه يجعلك تدرك أن دا كلام الله وروايات كثيرة جدا أنه كفار قريش كانوا بيستمعوا القرآن ويبقوا منبهرين وبرضو عندهم مشكلة لأن مقالات الإيمان بدين الإسلام هيأثر عليهم لا يوجد عاقل يترك كلام الله بأي كلام آخر بس هو زي ما بيقوله كده أسر دين وعلشان ما بنش إنه أسر دين أعيب بقى وحاول أسفه رغم إن في الحقيقة كلامي هو السفين هنا هو مشكلته إيه فيه فرق ما بين إعجاز لغوي وما بين رجل يتكلم بلغته منضبطا فما بيخطأش وهو بيتكلم بهذه اللغة وما بين كتاب فيه أخطاء لغوية أو الكتاب المقدس دا كتاب فيه أخطاء لغوية أخطاء لغوية باللغة الأصلية اللي هي مكتوبة بيها خصوصا في العهد الجديد بشهادة آباء الكنيسة وخصوصا صفر رؤيا يوحنى اللهوتي أحد الآباء نقل عنه يوسبيوس القيصاري في كتابه تاريخ الكنيسة لما كان بيقارن ما بين رؤيا يوحنى اللهوتي وإنجيل يوحنى عشان يشوف هو نفس الكاتب ولا لأ قالك لا فيه فرق كبير لغة حتى إن كاتب رؤيا يوحنى اللهوتي دا تعبان في استخدامه للغة اليونانية وأنا مش هستفيد في الموضوع لألا يظن أحد إن بطعا في الكتاب هو بس هدفه يبين إن لغة رؤيا يوحنى غير لغة الإنجيل الرابع بما يستحيل معه إنه يكونوا هما الاثنين نفس الكاتب فهو عنده مشكلة إن الكتاب فيه أخطاء وإن أحيانا استخدام اللغة في الكتاب معيب وناقص باعتراف علماء النصارى وتستطيع انتقاده بأوجه كثيرة جدا فيبقى المقابل إعجاز اللغوي دي حاجة وحشة والوحي الإملائي دي حاجة وحشة الله المستعان فهنا قالك العهد الجديد قد كتب بلغة يونانية عامية وبسيطة اللي هو كلام رجل الشارع أحيانا كثيرة يعني وليست لغة بليغة وأسفاره تتفاوت من جهة بلغة اللغة من كاتب لآخر لدرجة إنه ممكن يكون فيه أخطاء لغوية طيب هنا بيقولك ونكرر بأن أخطر ما في الإعجاز اللغة هو تأليه لغة النص الأصلي أحنا ما بنقلهش اللغة أحنا بنقله النص إنه النص ده كلام الله فأنا مش فاهم برضو إيه المشكلة يعني إيه الخطر في كده بينما الحقيقة هي أن الكنيسة منذ البدء قبلت فكرة نقل وترجمة الكتاب ثم المسلمين منذ البدء قبلوا فكرة ترجمة معاني القرآن وانتشر القرآن في كل العالم لو أنت مش واخد بالك والغالبية العظمى من المسلمين اليوم مش عرب وبيقروا القرآن وبيفهموا القرآن ومسلمين ومفيش أي مشاكل الله المستعان هنا بيقولك الكتاب المقدس هو هو نفس الكتاب بالنسبة للكنيسة ولكل المؤمنين مهما كانت الأغض وطبعا ده أقل ما يقال عنه إنه كذب وهو مدرك يعني الشخص ده مؤلف الكتاب جورج فرج ولا كان اسمه هو مدرك تماما المشاكل المتعلقة بمقارنة ترجمات الكتاب المقدس وإن فيه ترجمات هو يرفضها وإن الترجمة بتستخدم لتأييد عقائد المترجم لو هو بروتستانتي لو هو كاثوريكي لو هو من شهود يهوائيا كان وإن الكنيسة القبطية الأرثدوكسية تحديدا يعني متحفظة جدا في موضوع استخدام الترجمات المختلفة وفي ترجمات بعينها الكنيسة كانت بتقول لا الترجمات دي أنا ما استخدمهاش وما استعملهاش ولما دار الكتاب المقدس كانت بتجي لي تقول لي أمضي عليها ما مضيش عليها بابا شنودة كان بيقول كده ما عليها هنا برضو بيقول إيه بناء بقى على إنه بيرفض العجاز اللغوي جدير بالذكر أن إطلاق لفظة آية للتعبير عن العبارة أو الجملة الكتابية هو تأثر بفكرة تقليه النص إن النص ده إلهي كلام الله أحنا بنقول أو القرآن بيقول إنه بل هو القرآن آيات بينات يعني إيه؟ يعني ما يدل بشكل واضح إنه من الله فالقرآن الكريم عبارة عن آيات بينات في صدور الذين أقوتوا العلم وبنشير إلى نص القرآن الكريم على إنه آيات لإنه كلام الله لا يستطيع المخلوق أن يأتي بمثل قالك بينما نجد إن الكلمة المستخدمة في اللغة اليونانية لا تعني سوى سطر أو جملة أو مقطع طيب وبعدين رفض بال إعجاز العلمي طيب قالك شوف كلامه مش عارف هو قلبه جريء كده ازاي؟ لا يمكن للنص أن يحوي حقائق علمية لم يكن يعنيها الكاتب لمراسليه الأصليين فلا يوجد شيء اسمه إعجاز علمي للكتاب فالحقائق العلمية متغيرة دائما أنت بتقول إيه؟ لا يمكن للنص أن يحوي حقائق علمية لم يكن يعنيها الكاتب لمراسليه الأصليين وبعدين تحت هنا بيقول إيه؟ جاي بمثال بينتقد النصارى يعني بيقول في بعض الناس بيشوفوا النص بتاع إشعية الجالس على كرة الأرض أو سفر أيوب ويعلق الأرض على لا شيء دليل على كذا هو يعني دائع جاز علمي هم بيقولك دائع جاز علمي هنا بيقولك يجب التنبيه على أنه لو أن الكاتب تحدث عن كروية الأرض وكان القارئ غير ملم بهذه المعلومة العلمية فإما أنه سوف يستخف بالكتاب والسفر بأكمله وتصير هذه العبارة سبب عثرة للقارئ في قبور رسالة الله له أو أن هذه المعلومة ببساطة كانت معروفة لأهل زمان الكاتب وقرائه الأصلية يعني هو عاوز يقول إيه أي معلومة في الكتاب علمية لازم الناس اللي في زمن صاحب الكتاب يكونوا عارفين المعلومة دي التعليق هناك القاتل مين وضع شرط أن المعلومة دي لو كانت مخلفة للي يعرفه القارئ ده هيكون سبب عثرة للقارئ الكلام ده مع الكتاب المقدس لأن الكتاب المقدس مليء بالخصائص البشرية فالواحد بيتنشأ على شيء يقرأ يجعله يشعر أن ده من عند ربنا لكنه ما بيلاقيش فزيادة تقول لي معلومة غير اللي أنا أعرفها أكيد هشكك فيها هي الفكرة كده المسلمين عندهم أدلة مستقلة على وحي القرآن ما يتم ترويجه بشكل معاصر أن أحنا مؤمنين بوحي القرآن بسبب الإعجاز العلمي ده غلط ما هو سبب إيمان الصحابة بأن القرآن الكريم كلام الله هو في الأصل الكلام نفسه اللي هو بيسميه الإعجاز اللغة الفصاحة والبلاغة والبيان واستخدام الكلام والكلام فيه سياق المضمون والمحتوى يعني الاستخدام الفريد للغة بالإضافة إلى المعاني اللي بتحويها الكلمات فبما أن المسلمين عندهم أدلة مستقلة بتثبت لهم أن القرآن الكريم كلام الله لما القرآن الكريم يتكلم عن شيء أصلي أنت عاوز تفهمني أن كل مسلم عارف كل المعلومات المذكورة في القرآن لأ طيب افرد أنا معلوماتي غلط يعني فرضي جدلي الأرض كروية الأرض كروية ماشي والكتاب بيعلم أن الأرض كروية وأغلب الناس اللي على الكوكب عارفين أن الأرض كروية وفلان حمار بيقول أن الأرض مسطحة مسطحة بيتزا صنيت بيتزا ده معناه للتصطيع فأنا بقى اللي إيماني مخالف للواقع لما أقرأ الكتاب بيقول لي معلومة مخالفة اللي أنا أعرفها يبقى ده سبب عثرة المفروض أن المعلومات اللي الكتاب يقول لي عليها أصدقها حتى لو مخالفة للي معروف عندي لأنه ثبت لي بما لا يدع مجالا للشك أن الكلام ده من الله فحتى لو خالف العرف العلمي اللي كان معروف وقتها أضرب ده كله عرض الحق وسدق كلام ربنا وهو ده أبرز معنى للإعجاز العلمي في القرآن الكريم أن وقت بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الثقافة العلمية الرائجة كانت بتقول بحاجات معينة يجي القرآن يقول باللي خالفها المسلمين يقولوا سمعنا وقطعنا وصدقنا وآمنا حتى لو مخالف للي كان معروف وبعدين بقى إمتى الإعجاز يبان أن العلم يتطور لغاية ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن بالفعل اللي قرروا القرآن اللي كان مخالف للبيئة اللي نزل فيها القرآن هو الصح يبقى ده إعجاز أتمنى أن الناس ترجع لكتاب الدكتور سامي عامري العلم وحقائقه كتاب في غاية الأهمية نقطة تانية هنا هو بيقول فالحقائق العلمية متغيرة دائما هو يقصد إيه يقصد إنه لو ربنا أقر الحق معلومات الناس بتتغير فممكن في زمن معلوماتهم يوافق هذا الحق وممكن في زمن معلوماتهم يخالف هذا الحق وهو باب عقله بيقول إنه لما معلومات الناس تخالف ما أقروا الله هيبقى سبب عصر الله المستعد آه المعلومات العلمية ممكن تتغير لكن في أشياء الإنسان عن طريق العلم المتراكم خلاص بتبقى بالنسبة له يصل إلى درجة اليقين وحتى لو ما فيش حاجة اسمها حقاق علمية هل ده يمنع إن ربنا في كتابي يقر الحق في مساء العلمية وآخر حاجة هعلق عليها فكرة إنه لا يمكن للنص أن يحوي حقاق علمية لم يكن يعنيها الكاتب لمراسليه الأصليين أو فكرة إنه هذه المعلومة ببساطة كانت معروفة لأهل زمان الكاتب وقراء الأصليين الفكرة إيه؟ ما ربنا ممكن يضع في الكتاب معلومات هي بالنسبة لي أنا معرفهاش قبل كده لكن زي ما قلت لإن عندي أدلة مستقلة على وحي القرآن بصدقها الكلام ده على فكرة حاصل في التاريخ الإسلامي وكنا ضربنا أمثلة عليها قبل كده مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان وبعدين الله عز وجل يقول يخرجوا منهما اللؤلؤ والمرجان والأخر حسن مصطفى كان عام الفيديو عن الموضوع ده من كتاب العلم وحقائقه معنى الآية إنه اللؤلؤ والمرجان في الأنهار وفي البحار في المية العذبة وفي المية الملحة واللي كان مستقر عنده كثير جدا يعني العلم المستقر وقتها كان إنه لا ده في المية الملحة بس مش في المية العذبة علماء المسلمين كانوا بيقولوا إيه بما إن النص معناه واضح وبيقرب كده حتى لو هو بيخالف العلم الراجح أئمة المسلمين قالوا لأ أنتوا غير قادرين على حصر وإدراك كل ما هو موجود في الأنهار أو في أماكن المية العذبة علشان تنفو بيقين إنه ما فيش أبدا لؤلؤ أو مرجان في الأنهار أو في المية العذبة وإن كان الأشهر إن اللؤلؤ والمرجان في البحر فدلايان في صحة اللي ربنا بيقولوا إن فيه في المية العذبة لؤلؤ ومرجان وبالفعل العلم أكد ده فيما بعد يبقى الفكرة إيه؟ إنه حتى لو المعلومة أنا معرفهاش أو هي مخلفة للنا نعرفه بسبب العلم اللي موجود في البيئة التي نزل فيها الكتاب ده ما يكونش سبب عثرة للقارئ في قبور رسالة الله له بالعكس بسدق الكلام وأقر به وأؤمن به وممكن أعيش وأموت والعلم في زمني ما قدرش يثبت صحة الكلام ده مش مهم لكن المهم في الآخر إن أنا عندي الأدلة المستقلة للإيمان بأن القرآن كلام الله فحتى لو فيه معلومات أنا معرفهاش أو فيها معلومات مخلفة للي أنا أعرفها بسلم للوحي في الآخر ولا يكون أبدا سبب عثرة مرجع بس أخير هنقرأ منه نفس المعنى كتاب مقدمة العهد القديم ده كتاب صغير يعني طبعة تانية هنا مكتوب الراهب بخوميوس الرياني فيه ناس بيقولوا لا ده هو بخوميوس السرياني مش الرياني هو غالبا لا بخوميوس الرياني معلين لأنه هو في كل مكان في الكتاب مكتوب بخوميوس الرياني فمش معقول يكونوا غلطه في كل الأماكن اللي كتب فيها اسمه وديه المعلومات الداخلية للكتاب في الصفحة رقم سبعة في مقدمة الكتاب بيتكلم عن الكتاب المقدس المهم وبعدين هو هنا مايل لتصور محافظ أكتر فبيقول إيه الكتاب المقدس ليس كتابا علميا ماشي فهو عاوز يقول لك يعني الكتاب ما فيهوش إعجاز علم ولكنه في الوقت نفسه لا يحوي أي أخطاء علمية يا راجل قارن بس الكلام ده بكلام اللي قابل منه اللي قابل منه قال إيه قال هذه المعلومة كانت معروفة لأهل زمان الكاتب وقراء فهو بيعتقد أنه لازم المعلومة القارئ يكون عارفها لو هو غير ملم بالمعلومة أو مخالفة لللي هو يعرفها ده يبقى سبب عثرة بناء على القاعدة دي يبقى طب لو العلم اللي كان مستقر في زمن الكتاب خاطئ للواقع لما أجي أذكرها هذكر المعلومة الخاطئة وده قلناه قبل كده بالتفصيل في الفيديو اللي بيقول إن وحي الكتاب المقدس يسمح بوجود نظريات خاطئة ومعلومات مغلوطة أو معلومات مغلوطة ونظريات خاطئة هو بيتبنى نفس الفكرة أنا لو هقول حاجة المعلومة اللي هقولها دي لازم تكون يا إما القارئ يعرفها أو على الأقل متسقة مع المعلومات اللي معروفة في زمنه علشان لو هي معلومة أنا معرفهاش أو مخالفة للي أنا عرفه هتبقى سبب عثرة طب أنا هقول حاجة أولاً اللي هو بيقوله ده معناه إن حتى لو اللي مستقر في زمنه غلط لما أنا هجي أتكلم عنه أو لما ربنا هيجي أتكلم عنه هيتكلم عنه غلط برضه عشان ما يبقاش سبب عثرة ثانياً طب افرد يا أخي إن الكلام مش عن العلم عن اللهوت والإيمان والمستقر في زمنه معلومات مخالفة للحق الإلهي اللي ربنا هيعلمه لي أصل هي هي يا جماعة هي هي يعني إيه يعني ربنا هيديني معلومات المعلومات اللي ربنا هيديها لي صح في أي مجال سواء أخلاق أو عبادات أو إلهيات وغيبيات أو علوم طبيعية أي معلومات من عند ربنا صح قولاً واحداً المشكلة مع المسيحي إيه إن الكتاب المقدس بيتكلم عن حاجات علمية صح ولا لأ؟ آه طبعاً بيتكلم عن الكون وخلق الكون وبيتكلم عن السموات والأرض والجبال ووجهة بيتكلم عن حاجات موجودة في الطبيعة طيب هل دايماً بيوافق الصحيح علمياً؟ لأ طبعاً طيب هل بقى إحنا لما بننظر للي موجود في الكتاب بنقول إن أكيد المعلومة اللي في الكتاب هي اللي صح؟ لأ هيا دي المشكلة هو هنا بيبرر دا إن ممكن المعلومة دي تبقى غلط علشان ما تبقاش سبب عثرة لكن المرجع التاني دا بيرفض الكلام دا هو مش كتاب علمي بس لو جه وصادف وتكلم عن العلم ما ينفعش يكون غلطان وإلا دا هيشكك دا اللي هيشكك بالفعل في مصدر المعلومة وتبقى سبب عثرة أنا مش مقياس للحق فلو الكتاب خالف اللي أنا أعرفه مش مهم لو الكتاب خالف اللي عليه أغلب الناس دلوقتي برضو مش مهم لكن الفكرة هنا إن المعلومة دي مش هي اللي متوقف عليها إيماني بصحة الكتاب لازم يبقى في شيء مستقل يؤدي إلى التسليم في الأمور اللي ممكن يحصل عليها خلال سواء دلوقتي أو بعد شوية فهنا في الآخر بيقول لك يعني لا يوجد إعجاز علمي بين جدران الإنجيل هو طبعا يتكلم على العهد القديم الكتاب مقدس بشكل عالي فالعالم وجدرانه خارج دائرة الإلهيات طبعا ده تصور من ضمن التصورات المسيحية علشان خاطر يحاولوا يبرروا اللي هم بيلاقوه في الكتاب يعني إيه؟ يعني هو عاوز يقول لك الكتاب كتاب إلهيات فأي حاجة مذكورة لازم ناخدها من وجه النظر إلهيات يعني من ناحية إيمانية فحتى لو ربنا بيكلمنا عن خلق السموات والأرض وبيقول لك إزاي أنا خلقت السموات والأرض هو ربنا ما يقصدش يقول لك معلومات علمية انت بقى حاول تطلع منها بحاجة إيمانية وده اللي بيقدي في الآخر إلى إن طيب دلوقتي أنا عندي نظرية التطور الدروينية بتقول إن الإنسان أصله إرد الإرد ده فضل يتطور مخلوق بشكل مباشر فيبقى لما شوف سفر التكوين ما فهموش زي ما هو كده لأن لو فهمته زي ما هو كده هيخالف كل حاجة في الدنيا هيخالف العلم الصح والعلم الغلط هيخالف الكوزمولوجي وهيخالف الأحياء المبنية على التطور إحنا بقى كمسلمين بنقول إيه والله في العلم المستقر حاليا لو افترضنا ده نظرية التطور الدروينية بيتم اعتبارها حقيقة علمية خلاص ده العلم المستقر حاليا نضرب بعرض الحق مدام بيخالف القرآن الله المستعان يبقى في النهاية هاختم بجملة بسيطة العيب مش في الوحي اللظمي العيب في طبيعة الكتاب اللي بيخالف المقالات الضرورية للإيمان بالوحي اللظم لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجابني ولا تنسى أن تقوم مشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بهذا الموضوع ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة لو أنت شايف أن هذا المحتوى استحق الدعم والرعاية فقم بزرعة صفحتنا على بيتريون أو بيبال أو حتى قم بالانتساب للقناة ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل لا تنسوني من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته